انتفاضة شعبية انطلقت من رحب المعاناة أبطالها أناس بسطاء طفح بهم كيل الظلم والفساد الحكومي ومل من الشعارات والوعود الكاذبة فانطلقوا دون رعاية من أي جهة للتعبير بصدق عن رفضهم للنظام السياسي وأحزابه التي أورثت العراق خرابا فاق كل التصورات التظاهرات التي أحرجت الحكومة وضيقت الخناق عليها وجهت بتعامل مزدوج عنف غير مسبوق وكلام عن الإصلاح تحدث عنه العديد من أركان العملية السياسية فانطلقت البيانات والتصريحات التي تعيد بالتغيير والاستجابة لمطالب الشباب الثائر موجة اتسعت ليركبها كل من يريد إدخالها ميدان المناكفات السياسية وصراع المصالح المزمن المغطى كما جرت العادة بالشعارات البراقة فرصة استغلها الجميع من بينهم رئيس الوزراء السابق حيدر لعبادي الذي كرر وعلى نحو متسارع ظهوره الإعلامي في الآونة الأخيرة ومع كل ظهور يثير الرجل جملة من الأسئلة والانتقادات لحكومة عادل عبد المهدي حتى على مستوى الوعود التي يطلقها الأخير بمحاربة الفساد وتلبية مطالب المتظاهرين وفي الوقت الذي يتحدث مسؤولون عن رغبة العبادي في التسويق لنفسه مجددا رئيساً لوزراء حكومة إنقاذ بحال أطيح بالحكومة الحالية تؤكد أطراف سياسية مختلفة بينها مقربة من العبادي نفسه أن فيتو إيراني أشهر بوجهه على غرار إياد علاوي رئيس الوزراء الأسباق لهجة العباد ارتفعت حدتها لتصل إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل محكمة قضائية مستقلة لحسم ملفات الفساد متناسياً ملفات الفساد والتخبط الذي رافق عمل حكومته في سنواتها الأربع ووفقاً لنائب في البرلمان فإن العبادي يسعى لتحقيق عدة أهداف أولها ضرب خصومه الذين ساهموا في إبعاده عن الولاية الثانية وأبرزهم فالح الفياض وهادي العامري وقيس الخزعلي باعتبارهم أهم الداعمين لعبد المهدي ويرى مراقبون أن تصريحات العبادي من الممكن أن تكون عامل ضغط كبير لا سيما وأنه يمتلك معلومات كثيرة عن ملفات فساد وانتهاكات إنسانية وقانونية جرت في السنوات الماضية وتتعلق بشخصيات باتت الآن بموقع الخصومة منه وهما يفسر عدم رد تلك الجهات على تصعيد العبادي في محاولة لتجنب استفزازه أكثر كونه يملك ملفات من شأنها أن ترفع نقمة الشارع العراقي فيما لو كشف عنها ما يشير بوضوح إلى الإسلوب البراغماتي الذي ينتهجه جميع أقطاب العملية السياسية ولو كان على حساب دماء العراقيين وأحلامهم موسيقى موسيقى موسيقى